موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشر المسائية وإليكم أبرز أهم العنوي قافلة الأسبوع الوطني للتطام تسل إلى تجرة إيطاليا تؤكد استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس أهلا بكم قام وفد وزاري رفيع مكون من وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم روبلا ووزير الداخلية سيد سعيد نحسن السباح اليوم بزيارة تفقدية إلى دائرة الشرطة الوطنية وكان في استقبال الوفد الوزاري لدى وسوله إلى الموقع مدير عام الشرطة الوطنية العقيد أبو رحمان علي كاهن وشخصيات عسكرية رفعة المستوى وكان الغرض من هذه الزيارة هو الاتلاعا قرب على المباني المختلف التابعة لشرطة الوطنية التي تم تجديدها والتي تم بناؤها بمبادرة من المدير العام لشرطة الوطنية ثم توجه الوفد الوزاري إلى محل التخزين السيارات لدى الشرطة حيث سلم وزير الميزانية مفاتيح عدة سيارات جديدة إلى عقيد عبد الرحمن علي كاهن ثم قام العقيد الوفد المرافق له بزيارة إلى مستشفى شرطة الوطنية الذي يعالج عناشر شرطة الوطنية وعائلاتهم والمدنيين باستخدام بداقة التأمين السحي كما تمكن الوزراء والوزيرين الذين كانوا برفقة العقيد عبد الرحمن علي كاهن من رؤية الممنى الجديد المخصصة لقسم الولادة وطلع الوفد عن قرب على الأحداث والتقنيات الحديثة والمعدات التي تم استيرادها من أجل علاج عناشر شرطة الوطنية وعائلاتهم هذا وتلقى الوفد الوزاري معلومات مفصلة من قبل أطباء المركز السحي التابع للشرطة الوطنية وتندرج هذه الزيارة للوفد الوزاري إلى مقر شرطة الوطنية في إطار تعزيز عمليات شرطة الوطنية في كافة المجالات بعد زيارته للمشتفى شرطة الوطنية توجه الوفد الوزاري المكون من وزير الميزاني أسد عثمان إبراهيم روبلا ووزير الداخلية أسد سعيد نحسن وقائد شرطة الوطنية العقيد عبد الرحمن عليكاه توجه إلى الدائرة الخامسة لشرطة الوطنية وأعرب الوفد عن إعجابه بمما الذي تم تجديده حديثا والذي خطع لعملية إصلاح شاملة ولدى وصوله حظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالقة من قبل الطباد الدائرة الخامسة ومن ثم قاموا بجولة تفقدية في الأماكن الجديدة ووقف الوفد عن قرب الاتلاع على التجهيزات الجديدة التي اقتناتها للقوة الشرطة الوطنية وبعد زيارة قسم الدائرة الخامسة تواجه الوفد الوزاري إلى أكاديمية الشرطة الوطنية في منطقة النقاد أكاديمية إدريس فارح عبني وقد تم الترحيب بالوفد من قبل موظفي الأكاديمية حيث قام الوفد بزيارة إلى المرافق التابعة لشرطة الوطنية هذا وقد تم ترحيب الوفد الوزاري من قبل كبار طبات شرطة الوطنية كما التقى الوفد بطبات من مديرات الهجرة واستمع إلى تعليقاتهما حول وضع الحال للدائرة أهلا بكم سجل المرسد جيوفيزيائي في عرطة التابع لمركز الدراسات والبحوث وقوع هزة أرضية متوسدة بلقت قوتها 4.3 على مقياس رختر يوم أمس الأربعاء الثامن عشر من يناير الجاري في تمام ساعة السابعة ونصف مساء بالتوقيت المحلي بقرب من منطقة كيلو ثلاثة وعشر هذا وأفاد بيان أزدره المرسد بأن المركز الزلزال يقع على بعد 16 كيلو متر شمال غرب مدينة جيوفيتي على عمق 14.8 و40 كيلو متر وقد شعر سكان العاصمة بهذه الزلزال الناشية غالبا عن تقود تنتج من حركة الطبقات الكبرى والسقل التي تشكل القشرة الأرضية التي يبلغ عددها 12 طبقة وفقا للأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يوم الجمعة الموافق الرابع العشرين فبراير المقبل يحق للأحزاب السياسية أو المجموعات المشكلة قانونا إداع قائمة مرشعيها لدى ديوان الوزير الداخلية ومنويبهم من نسختين في موعد أقصاه الخميس السادس والعشرين يناير المقبل وذلك وفقا لبيان أزدره وزير الداخلية السيد سعيد نوح حسن اليوم الخميس توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة أولوفا إسماعيل عبدو إلى إقليم التجرى وذلك في إطار الأسبوع الوطني لتضامن الاجتماعي هذا وحظيت الوزيرة باستقبال حار وحفاوة بالقة من قبل السلطات أهالي منطقة التجرى وكان برفقة الوزيرة في هذه الزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي باسم الحكومة سيد محمود علي يوسف ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدافة إلى أعدد من أعطاء النواب وكان في استقبال وفد الحكومة لدى وصولهم إلى التجرى والتي تعد المحطة الثالثة لقافلة الأسبوع الوطني لتضامن في الأقليم الداخلية كل من والي الأقليم ورئيس المجلس الأقليمي بالضفة إلى سلطات منطقة تجرى ومثلين عن الجمعيات النسائية والشبابية وحجد قفير من الجماهير وكانت هذه الزيارة الحافلة بالأنشدة الاجتماعية المخصصة للسكان القاطلين في هذه المحافظة وعقدت الوزيرة بلد المرافق لها لقاء مع قادته والمجتمع المنطقة تجرى وذلك في فندق المؤتمرات بفندق جديل حيث كان ينتظره أهل المنطقة تجرى بفارق السبر وانتهز أهل المحافظة تجرى هذه الفرصة لتقديم شكويهم وطلباتهم ووجهوها بشكل خاص إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن هذا وأعرب سلطات المنطقة برئاسة والي حسن دابلي والمسؤولون والنواب الإقليم عن شكرهم للوفد الوزري لإجراء هذه الزيارة وحثوا سكان تجرى على تقديم الاستفادة من تواجد وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن وذلك في إطار الأسبوع الوطني للتضامن وفي كلمة لها صلت نائبة إقليم تجرى الضوء على الإنجازات المختلفة التي إنجزتها الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية وتضامن والتي تحققت في منطقة تجرى ونوهت أن منطقة تجرى منطقة واسعة من حيث المساحة وتتمتع بكثافة ثكانية حيث ازدادت برامج المساعدة والتنمية بصفتها مثلة ومتحدثة رسمية للسكان تجرى وطلبت من أعطاء الحكومة مواصلة إجراءاتهم وبرامجهم الاجتماعية والاقتصادية من جانبه أشار رئيس المجلس الإقليمي لتجرى سيد عمر حسن إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وتضامن في قطار أنشطتها التنموية ساعدت بشكل كبير سكان تجرى والنواحي التابعات لها وتضرق أيضا ولي إقليم التجرى جملة من المواضيع من بينها المسائر الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية وتضامن أشار وزير الدفاع المكلف بلا علاقاته مع البرلمان السيد حسن عمر محمد برهان إلا أن الوفد الوزاري سيقوم بهذه الجولة مرة في كل عام وحث سكان تجرى على استفادة من هذه الفرصة لعرض طلباتهم وإبداء مشكلاتهم التي يعانون منها بشكل يومين ونوها بأن وزارة الشؤون الاجتماعية وتضامن جاهزة لدعم السكان في جميع المجالات من جهتها أشددت الوزيرة المكلفة بالاتثمارات والتنمية للقطاع الخاصة السيدة سفية محمد علي قديلي على أهمية خلق فرص عمل للشباب تجرى بقية مكافحة الفقر والبطالة وأوطحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد وفرت للنساء والشباب برنامجا لمنح التمويل الصغير لدعم الجبوتين وتمكنه من إنشاء إنشدة مدرة للدخل من جهته ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناديق باسم الحكومة سيد محمود علي يوسف ألقى كلمة أشار فيها إلا أن هذا الزيارة تندرج في إطار الأسبوع الوطني للتضامن الاجتماعي وقال أن الوزارة صخرت جميع إمكانياتها لإنجاح هذا الأسبوع وتوفير المتزمات الضرورية للهالي القاتلين في منطقة تجرى من ناحيتها تناولت وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو في كلمة لها المشاريع المجتمعية المخصصة للسكان التجارة إننا نتشرف بزيارة هذه المنطقة برفقة وفد هام يضم على وجه الخصوص النسوة البرلمانيات اللواتي يشاركنا بكثافة في فعاليات الأسبوع الوطني للتضامن رغم مشاغلهن الكثيرة تأتي هذه الخطوة بهدف الاطلاع قرب على ما أنجزناه من أنشطة وتقييمها إن كانت كافية وجرى تنفيذها على وجه المطلوب من السكان كما تعلمون فإن رئيس الجمهورية وعقب حدوث موجة من الجفاف الحاد أثرت بشكل كبير على شرائح مختلفة من المجتمع ليس فقط المزارعين الرعويين ولكن أيضا الصيادين أطلق نداء إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لمساعدة تلك الفئات المتضررة في الحقل الصحي فإن إقليم التجرة بصفته إقليما كبيرا مترامي الأطراف يستفيد سكانه من التأمين الصحي الشامل حيث يحصل على هذه الرعاية الطبية ثمانية ألاف تسعمائة وأربع وخمسون شخصا من خلال توزيع نحو ألف وستمائة بطاقة تأمين صحي في منطقة عديلو يستفيد من التغطية الصحية ألف وثلاثمائة وأربعون شخصا وفي در ثلاثة ألاف واثنين وعشرين شخصا أما في رندة فيستفيد من التأمين الصحي الشامل ألفان واثني عشر شخصا وفي المدينة البيضاء التجرة ألفان وخمسمائة وثمانون شخصا يستفيدون من التأمين الصحي الشامل أما في مجال الأمن الغذائي وعقب النداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية فإننا قمنا بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات سكان ونسعى هذا العام لزيادة أعداد الأسر المستفيدة من الأمن الغذائي حاليا لدينا في إقليم تجرة أربعة ألاف ومئتان وستة وأربعون أسرة تستفيد من هذا البرنامج سواء عن طريق التحولات النقدية أو الحصول على المواد الغذائية الأساسية هذا الرقم يغطي أربعون وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعون أسرة في هذا الصدد يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي في مدينة تجرة والنواحي المحيطة بها ألفان ومئتان وخمسون أسرة وفي عديل ستمائة وخمسة أسرة وفي بحيرة عسل خمسمائة وخمسون أسرة أما في رندة فثمانمائة وسبع وثمانون أسرة وفي در تسعمائة وستون أسرة وخيال العام الحالي سنعمل على زيادة الأسر المستفيدة من برنامج الأمن الغذائي في تجرة من أربعة آلاف ومئتان وخمسون أسرة إلى خمسة آلاف وستمائة أسرة فيما يتعلق بتوفير الوجبات للطلاب فقد وجه رئيس الجمهورية بتسجيل جميع الطلبة المنتمين للمناطق الداخلية والملتحقين بجامعة جيبوتي عن طريق تسجيلهم في النوافذ الاجتماعية للوزارة ويصل عدد طلبة إقليم التجرة بجامعة جيبوتي بمختلف المستويات أربعمائة وثمانون طالبا وطالبة ونقدم لهم مبلغ ستة عشر ألف فرنك شهريا بواقع أربعة آلاف فرنك أسبوعيا في المجال التعليمي في محيرة عسل اتخذنا الإجراءات اللازمة لبناء قاعة للطعام لمدرسة جالينة الابتدائية وفي رندا قمنا ببناء ثلاثة غزانات للمياه بسعة ستين متر مكعب إضافة إلى شبكة لنقل المياه من مركز المدينة إلى النواحي المجاورة ولدينا أيضا ثمانون برنامج مجتمعيا يغطي كافة المناطق الداخلية من البلاد وسيكون لتجرى نصيبا كبيرا في هذه البرامج المجتمعية وسنقوم في هذا الصدد بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين حسب الأولاد بعد زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة جرى وتوجه الوفد الوزاري بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو إلى ناحية رندا وحظي الوفد الوزاري بترحيب حال من قبل كافة مكونات المجتمع القاطن في قرية رندا وعقب مراسم الاستقبال عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن سيدة ألوف إسماعيل عبدو اجتماعا تحت شجرة كبيرة لمناقشة الأغضاء المعيشية إلى سكان رندا وجرى اللقاء بحطور سلطات المنطقة والبرلمانيين ومسؤولي قرية رندان وخير اللقاء أثرت عدة نقاط بما في ذلك تغفير أنابيب المياه في القرية ويعادة أهيل البنى التحتية للمدارس وتوفير الطاقة الشمسية وقام أعضاء الحكومة بجمع جميع الطلبات والشكاوي وتأهدوا بتلبيتها تضرقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن خطوط العريضة لسياسة الحكومة تجاه تضامن الاجتماعي ما نسعى إليه هو تحسين الظروف الحياتية للفئات الضعيفة في المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية وتشييد البنية التحتية الضرورية ومن ذلك مشروع جر المياه ولقد استمعنا بإنصات احتياجات الحياة وبالفعل كنا قد قمنا بتلبية احتياجات ثلاثة أحياء وسنعمل على تحقيق مطالب سكان خاصة في ظل توفر الموارد المالية اللازمة وسنعطي رندة أولوية ستواصل في هذا الصدد الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية أدداس بالتعاون معكم أنشطتها المختلفة استجابة لمطالبكم المتعلقة بالنظافة وجمع النفايات المنزلية من خلال منح الأدوات الضرورية سنقوم بتوفير هذه الأدوات كذلك الحال مع المواد المطلوبة لممارسة الحرف اليدوية لقد كلفنا الوالي لمتابعة هذا الأمر وتنفيذا لتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن إلاء المزيد من الاهتمام بالمناطق الداخلية سنضع بين أيديكم صندوقا مجتمعيا سيتم إدارته والإشراف عليه من قبل الأعيان والنسوة في رندة وسنخصص مبلغ 500 ألف فرنك جيبوتي لهذا الصندوق كما سنخصص مبلغ 200 ألف فرنك للصندوق الخاص بالنسوة سيكون بإمكانهن الإشراف عليه وإدارته وفي خطام جولتها في إقليم تجرى دشنت وزيرة الشؤون الاجتماعي وتضامن سيدة ولوفة إسماعي العبدو منظم من أسبوع الوطن للتضامن خزانا للمياه في ضواحي رندة وجرت مناسبة الافتتاح بحضور وزيري الدفاع والخارجية ومدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المنحدرين من منطقة تيروندا وتبلغ مساحة خزانات المياه خمسين متر مكعبا وذلك ضمن برامج وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وعقب إقليم التجرى توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن سيدة ولوفة إسماعيل عبدو إلى إقليم أبوخ التاريخية وأن هذه الجولة تندرج في إطار الأسبوع الوطني لتضامن الاجتماعي ورافق وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن في هذه الزيارة وزير الدولة المكلفة بالرياضة هذا وخذيت الوزيرة ولفض المرافق لها باستقبال حار وحفاوة بالقة من قبل سلطات منطقة تجرى وعفا منطقة أبوخة وحفا منطقة أبوخة وحفا حفا سلطات المناطق بعد هذه الزيارة إلى تقديم شكاويهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تحت رعاية سامية لمعالي وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هيبو مومن عصوي احتفل نادي كتاب السوماليين اليوم في قصر شعب بالذكرى الخمسين لكتابة اللغة السومالية ويمثل هذا الاجتماع السنوي فرصة للنادي وشركائه لتعزيز مساهمته في التطوير وحماية اللغة السومالية التي عندها اليونسكو من بين اللغات المهددة بالانقراطة وشهد الحجث ومشاركة العديد من الشخصيات بما في ذلك رئيس النادي سيد اسماعيل حسين تاني ورئيس الجامعة جبوتي الدكتور جامعة محمد حسن والعديد من المثقفين والكتاب وبعد برنامج تثقيفي ثري مؤلف من الأقاني والرقصات الشعبية التي نظمها الفنانون الجبوتيون شهدت المناسبة إلقاء سلسلة كلمات تطرقت مجملها الجهود المبدولة لاستعادة اللغة السومالية وتطويرها في السنوات المنسرمة وفي شأن محلي آخر وتحديدا فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مشروع التعزيز ويحتضن قرفة الاتجماعات التابعة لميناطورة لمتعدل الأقراط أميس حفل توقيع اتفاقات شراكة بين إدارة الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وميناطورة لمتعدل الأقراط وترأس هذا الحدث المدير العام لميناطورة السيد جامع إبراهيم وشهدت مشاركة مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة السيد عالي سعيد محمود وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز مساعي جهود الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتحصين المستوى المعيشي للمعاقنة في جمهورية جبوتي والآن نتابع كلمة المدير العام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة يتكون هذا المشروع من ثلاثة أقسام القسم الأول هو توزيع المعدات والأجهزة للأشخاص الذين فقدوا جزءا من أعضائهم ليساعدهم في تأدية وظائفهم والقسم الثاني هو توعية الأشخاص ذوي لعاقة أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دائما قائمة للتحقيق متطلباتهم ورعاية حقوقهم الوطنية أينما كانوا سواء في العاصمة أو المناطق الداخلية والتقديم لهم لما يحتاجون من المعدات من الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والعسى البيضاء وغيرها وكذلك البطاقة البيومترية التي تساعدهم على الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وما شابه ذلك لأن من لم تكن لديه البطاقة البيومترية من صعب التعرف عليه كونه من الأشخاص ذوي لعاقة وذلك من أهم الأهداف من هذه المناسبة في إطار مشروع التعزيز الدعم الفني لجهود مكافحة الأوبئة لوزارة الصحة استقبل محافظ منطقة علي السبيح سيد موسي آدمي جاني ورئيس المجلس الإقليمي سيد شرماكي حسن لالة وفدا فرنسيا مكون من أربعة أطباء متخصصين في الأمراض المتعلقة بالأوبئة في مشتشفة دكتورة عبسية الإقليمي وحضر اللقاء لمناسق الوطن للتعاون جيبوتي والجنوب سيد محمود روبلي نبر ومدير معهد جيبوتي للسحة العامة دكتور حسين يوسف نرار ومدير المتشفة دكتورة عبسية ومسؤولون آخرون من وزارة الصحة وتمحورت محادثات اللقاء المياه خاصة في المناطق الدائر الريفية والهجرة وسلاحيات المياه لشرب ومشكلة انتشار البعود والتدريب العاملين الصحيين وبناء قدراتهم وقد رحبت السلطات الإقليمية ببرنامج الأمراض المتعلقة بالأوبئة والتزمد بتزويد المتخصصين بكل المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الصحي دوليا أكدت إيطاليا استعدادها لزادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس والتقليص الهجرة غير شرعية مجددا نتابع الزميلة نمعة صالح أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياني الأربعاء في تونس إثر اجتماع مع الرئيس قيسعيد أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس وقال إن إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتوكنين في تونس والقدرين على القدوم للعمل في مجال زراعة وصناعة ويمر ذلك عبر إبرامي اتفاقياتي للحصول على عمال قانونيين شباب تونسيين وفارقة يمكن الاندماج والتقليل لعدد الذين يأتون للعمل بشكل غير قانوني ويتقاضون أجورا زيادا وأشار تياني في مقطع فيديو نشرته الرئاسة تونسية على صفحتها بموقع فيسبوك إن إيطاليا تريد أيضا التعاون مع تونس لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وشكرا على حسن إسقائي والمتابعة ترجمة نانسي قنقر